ممكن أن تتأثر سلبا بهذه المسألة وإن كنت تراهن على أن هذه الطبقة لابد أن تتحرك إذا ما تأثرت بشكل أو بآخر لابد أن تنتزع حقوقها بنفسها من خلال التواصل مع الدولة من خلال مواجهة جاشع التجار إلى آخر كل ذلك لكن يبقى أيضا مسألة فيها شيء من الخطورة رهانك على أن هذه الطبقة تحمي نفسها بنفسها ربما لا تحقق فإذا ما تعرضت هذه الطبقة للتآكل أو ضغوط ما لعل ذلك أيضا فيه خطورة على استقرار المجتمع الخطورة على استقرار المجتمع بشكل عام بصرف النظر عن تعامل الجنيه هو بيأتي من غياب تدعيم الرأي العام الاقتصادي في الدولة أي دولة في العالم عندها الرأي العام الاقتصادي إلا إحنا إلا إحنا أنا فيه حاجات كتيرة مش عندنا بس أبرزها أو إلا أنا بحاول إن أنا أنا ميه الرأي العام الاقتصادي أبسطها مفيش قناة اقتصادية في تلفزيون الدولة مثلا يعني مفيش برنامج مشهور في الدولة في تلفزيون الدولة واقتصادي بشكل يومي حتى في بعضهم يعني بيحاولوا لكن بشكل يومي أو قريب أنا بصنا بص حضرتك الإعلام زمان زمان بينقل الخبر ده سنة كام 1800 وكام إحنا نزلنا بنفس نظرية مزبيرو بيعمل من 1800 أنا أشك إن مزبيرو نفسه شغال معانا بنفس الدماغ وبنفس الطريقة الرجل بقى صعفي معانا والدنيا تمام بينقل الخبر يوم ما جي حلله بوز الدنيا يا إما قلبها السياسة أو كلام ستات أو أطفال وخلافهم وياريتوا حتى بينشئ الأطفال ناشئة صحيحة الدنيا ماشية إزاي إنه طالما ما عندش رأي عام اقتصادي فحضرتك رفع المجتمع بكلش رأيهم طب إحنا عايزين رأي عام اقتصادي يبلازم يكون عندنا الأدوات الاقتصادية الإعلامية اللي تنامي ده ويكون عندنا برضو الوسائل الفنية طيب ما عندش كل الكلام ده نرهن بقى على الناس اللي مضايعة وقتها على المواقع التواصل بالنقد الشديد أو الفكرة الانتحرية ديت أو الانتحر الوطني القومي إنه أبتدي نعمل مؤسسات مجتمع مدن اقتصادية مش لا جمعية حوق الإنسان وجمعية حوق مش عارف لا 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 ما فيش الكلام ده لا الدولة الدولة لو عاوزة الشعب يحمي نفسه بنفسه مين الدولة بالمناسبة ناس جم من نفس الناس ذول يعني ناس مصريين جم من الشعب المصري بيحكموا بعض مش كانت فضائية دي انا ده رأي عايب يعني مثلا زي موضوع العربيات الخاصة اللي هي بتوصل الناس عن طريق لما جم اللي تاكس اللي هو بيد اعترض الحكومة قالت لا الناس عايزين ليه علشان الناس المستخدمين للخدمة دي اعترضوا طب اشمعنا انتو في مصلحتكو الشخصية دي اعترضتو وتم تحقيق رابتكو إنه لا الدنيا شغالة ومحدش بس لعشرين تلاتين اربعين تاكس كانوا وقفين عامليه مزاهرة اشمعنا طي ما تكرروا نفس الحكاية انت عايزة طبق المتوسطة هي تتحرك بس ده اي شكل اشكر تضغط على الحكومة لحمايتها او او تضغط على التجار تقاطع قاطع قاطع شوي مش هنموت على فكرة محدش بيموت من الجوع الناس بتموت من قلة الامن مش منموت من الجوع مفيش مصر مبيموتش فيه حد من الجوع بس في وسط كلامك كده قلت إنه الطبق المتوسطة لحد اللحظة دي متحملة زيادات دي بشكل هي متحملها ومعجبة بيه فيش اعتراض انا بروح اشتري اول لما تلاقي حضرتك نفسك بتشتري الازازة يعني مثلا يجي يقول لحضرتك الازازة غيلي تنص جنيه السياق الكهرباء غيلي تنص جنيه قوله انا عوازها سخنة مش هازها ساعة مثلا بتكلم بجد والله موضع اوبشن ده اختيار ليك بس اول ما حاج ما تدفع الخمسين قرش دي اعرف ان انت مش متأثر وان انت راضي وموافق اول ما تقول لا حرام الداي لا ده فضع كده يعني حضرتك جربها بشكل شخص كده وجرب تنزل تجيب حاجة طيب الطبقة المتوسطة دي دخولها من ثلاث تلاف حضرتك بتقول اه 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 من ثلاث تلاف لعشرين لحد عشرين الف احنا احنا اربعة عشر مليون قصة تمانين في المية تمانين في المية من او هما ميتقسمين بيقول لك فيه اربعين في المية مننا تحت خط الفق الرقم ده من الصح تمام احنا تمانين في المية طبقة متوسطة والعشرين في المية اللي مسلط عليهم الضوء الشديد قوي ده دول اللي تحفت الفق اه ليه بقى؟ دول اللي حضرتك برضو مش خايف عليهم لانه فيه برامج للحكومة تحتويهم والله انت حاجة عارف دول دول اللي عايشين للعيشة الهنية يعني مثلا هما مين دول؟ دول اللي عادين في المناطق الخطرة اللي رئيس السيسي بيعمل ايه؟ امل ياخد المنطقة يشيلها ويحط لهم عمرات وابراج ويجيب لهم شغل والدنيا لطيفة جدا معاك